بسم الله الرحمن الرحيم يا سين بالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوبا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كثير إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعسسنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجبنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من رجونه آلهة إن يردني الرحمن بظل لا تغني عني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قطره من بعده من جمد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا معورون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حفبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشترون سبحان الذي خلق الأسواج كل ذا بما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه الندار فإذا هم مظلمون والشمس تجني لمستخل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه مناشل حتى عادك الأرجون الخطمين للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ونالليل سابق النهار وكل في فلك يسبعون وآية لهم أننا حملنا ذنيتهم في الكلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغذرهم فلا سريخ له ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإلى خيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معذرين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم بل لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلام مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يغتعون ونفخ في الصون فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة تنور لهم ما يتعون سلام لخخ لهم من رب رحيم هو امتاز اليوم أيها المجدمون ألن أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطون إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أظلمكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جغنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون كاليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأنا يبصرون ولو نشاء نطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له له إنه وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويعخى القول على الكافرين أم لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعابا فظلها مالكون وذللناها لهم فمن غار كوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشار وفلا يشكرون واتخذوا من بدون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصره وهم لهم جهد محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعللون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه خالبا يحيي العظام وهي رميم قل يحيي خلق الذي أنشأها أول مرة وهو قبت لخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخرى نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بخاطر ولا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العميم إلا ما أمره إذا أرد شيئا أن يطول له كن وفيعدون فسبحان الذي في يديه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون